إلى موضوع آخر أطلقت شركة الكورية الجنوبية للإلكترونيات سامسونج رسمياً مصنعاً لتجميع وتركيب الهواتف الذكية بالجزائر هو الثاني من نوعه في العالم بعد الأرجنتين المصنع سيساهم في خلق 220 منصب الشغل التفاصيل مع أمينة مامي الجزائر تواصل بخطة كبيرة استراتيجيتها الرامية لتوديع الاستيرات في مجال التكنولوجيا وتفتك صفقة أخرى من العملاق الكوري الجنوبي سامسونج لفتح مصنع تركيب الهواتف الذكية بعد أن فاقت فتورة استيراز الهواتف النقالة في سنة الماضية 653 مليون دولار نحن نقوم بعمل مصنع تركيب الهواتف الذكية لتحركة الهواتف الذكية في سنة الماضية الهدف من إنشاء ثاني مصنع متخصص في تركيب الهواتف الذكية في العالم لم يقتصر على تقليص هذا النوع من الواردات والمطلوبة بشكل كبير في السوق الجزائرية فحسب فالخطوة ستساهم كمرحلة أولى في إدماج 220 طالب في معاهد التكوين العلمي سيظهر على تأطيرهم 32 خبيرا كوريا في المجال في حال عندما ه قدد أتعاطب أمك 220 فيت populations في أمك تحرك الأفضلل ستحرك الهواتف الذكية في الجزائر بالفعل لأنية رفع fleshية وبهذا ترسم الجزائر استراتيجيتها الرامية لنقل الخبرات في مجال تكنولوجيا لتتجه بعدها إلى إنتاج ماركات هواتف عالمية بأياد جزائرية